اشتركوا في القناة ما ندري من وين نبدأ فيه من وين ننتهي وأكيد أنا على يقين بأن 30 دقيقة أبداً ما رح تكون كافية ولكن لأن البودكاست يحاول يلامس القضايا اللي اتهمنا كلنا فلابد من أن نعطي وقت في البودكاست لإصلاح المنظومة الصحية بالكويت الشيء عدد وما رح نقدر نغطي كل شيء ولكن نبدأ ونحاول ودام فيه مسؤولين يسمعون بنظل نتكلم ونحاول ضيفنا الليلة هو الدكتور محمد جمال استشاري الجراحة وأستاذ مشارك في قسم الجراحة جامعة الكويت يا هلو يا مرحبا شكراً أخوي عبدالله على أصلافتك لي وشكراً لقناة الرأي أنت شرف فيك دكتور شرف لي عادة نحن نشوف تقرير من أعداد كويت نيوز ونرجع نفتح الأوراق والملفات نشوف التقرير تشير منظمة الصحة العالمية في دستورها بأن التمتع بأعلى مستوى من الصحة يمكن بلوغه هو أحد الحقوق الأساسية لكل إنسان وصحة جميع الشعوب أمر أساسي لبلوغ السلم والأمن وهي تعتمد على التعاون الأكمل للأفراد والدول وإنما تحققه أي دولة في مجال تحسين الصحة وحمايتها أمر له أهميته للجميع كما أن دستور دولة الكويت نص في مدته 11 و15 بأن تكفل الدولة المعونة للمواطنين في حالة الشيخوخة أو المرض أو العجز عن العمل وتوفر لهم خدمات الرعاية الصحية كما تعني الدولة بالصحة العامة وبوسائل الوقاية والعلاج من الأمراض والأوبئة وتقوم حاليا دولة الكويت ووفق رؤية 2035 والتي أشارت في أحد ركائزها السبعة بأن الهدف هو الوصول إلى رعاية صحية عالية الجودة من خلال تحسين جودة الخدمات وتطوير الكوادر الوطنية في نظام الرعاية الصحية بتكلفة منخفضة وهذا ما تجلى ويمكن مشاهدته خلال الفترة الحالية بإنشاء العديد من المستشفيات والمرافق الطبية بجانب الاستمرار بإيفاد الأطباء الكويتيين إلى كبرى معاهد التدريب الطبي المتخصصة وتأهيلهم لتقديم أفضل الخدمات بأحدث الممارسات وعلى الرغم من بلوك ميزانية وزارة الصحة ما يقارب 3 مليار دينار إلا أنه برزت عدد من المطالبات بإصلاح المنظومة الصحية في عدة مجالات ومنها الكفاءة التشغيلية للمستشفيات الحكومية ومعالجة ملف لابتعادة صحي للخارج وتحرير المنظومة الصحية مالياً وإدارياً والكثير من الملفات الأخرى في طريق يبدو أنه طويل جداً دكتور أنت أقرب منه إلى المنظومة الصحية أحياناً اللي داخل ممكن نشوف أن الناس قاعد تبالغ أنتو نحن الناس تقول محتاجين تطوير محتاجين إصلاح لكن أنت قريب جداً هل نحن كشعب أو كمستفيدين من الخدمات الصحية في الكويت نبالغ إذا أحياناً تكلمنا بأن الوضع ما هو زين أم أن أنت لك وجهة نظر مقاربة لوجهة نظرنا بسم الله الرحمن الرحيم أنا أعتقد كبداية أي نهج جديد ميدان اختباره والمحك هو في الصحة والتعليم والاقتصاد وأعتقد أن الصحة والاقتصاد مرتبطين ارتباط وثيق لأن الصحة مثل ما قلت في تقرير كويت نيوز ميزانيتها ما يقارب ثلاثة مليار دينار وهذه ميزانية مهولة لازم نشوف شنو الويست اللي فيها وإن تذهب هذه الميزانية أنا أعتقد أن الوزارة الصحة أغلب مشاكلها هو بسبب كونها كيان هائل وهي نفسها التي تقدم الخدمة الطبية هي نفسها اللي تقيم الخدمة الطبية هي نفسها اللي تمول الخدمة الطبية تشتري الطعام للمرضى تشتري الأدوية ترخص المستشفيات يعني هناك مسؤوليات هائلة وجسيمة من النادر أن تجد دولة متطورة في العالم فيها كيان للصحة بهذا الحجم القياديين في وزارة الصحة من أكثر الأطباء قد يكونون إداريين جيدين كذلك ولكن أي كان لا يمكن أن تعطي كيان مثل هذا الكيان المترحل كيان فيلي أنا أسميه يعني أنت الحين أتي المرحومة حبدالربعي قال عن وزارة التربية هرم مغلوب هرم مغلوب لأنه يمكن يقدر يشوف الراس وين والرجل وين والصحة لا تستطيع أن ترى وين الموضوع بالضغط هو فقط كيان فيلي مترهل يصارع من أجل البقاء يوميا يعني وظيفة هؤلاء أنا يعني آخر ناس ودي آخر شيء ودي أكونه اليوم هو أن أكون قيادي في هذه الوزارة لأنه جهاد عظيم أنك اليوم تحضر وتكافح وأنت عندك هذه المنظومة التي لا تخدمك فتصبح وظيفتك إطفاء الحرائق اليومية وليس الإبداع وهناك أيضا بيئة مخيفة بسبب الأحكام الأخيرة على بعض القيادين وزارة الصحة السابقة وهذه البيئة جعلت أنه قد يكون أنه محد يبي ياخذ مسؤوليات مالية وأموال يجعلها في مشاريع إبداعية في الكويت فأصبح من الأسهل أنك تصرف مليارات على العلاج في الخارج مقارنة في أنك تبي تصرفها في الكويت في مشاريع إبداعية وقد يكون ذلك أنه أنت ما عندك خبراء ماليين في الصحة ممكن يسندونك قيادة أنت يبونك طبيب طبيب شاطر يحطلونك مدير بتحديدك مليارات وأنت توا في عهد يتكلم عن فساد وما إلى ذلك وهيئة نزاهة والناس ما شاء الله رقابة الناس الجيدة في تويتر وغيرها فهذا يشكل ضغط عليك أنه أنت ما عندك خبراء قانونيين وماليين أقوية ممكن يساعدونك جميل هذا الكيان الفيلي أو الكيان الهائل فيلي من الفيل طبعا من الفيل واضح مو فيلي 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 نعم كيف أنك متخصص في عمليات السمنة كيف نجعل هذا الكيان الفيلي كيان رشيق من أين نبدأ؟ أنت تقول لا تشوف رأسه لا تشوف ريله من أين تبدأ هذه العملية؟ أدري أنها شقعد وأدري أنها الموضوع كبير لكن أكيد في خطوات على الأقل واحد ممكن يبدأ فيها عشان يعني ممكن نشوف بارقة أمل في هذا المجال أعتقد في البداية يجب أن نعرف أن الرجل واحد لا يوجد رجل للمرحلة نعم ولا يوجد رجل واحد يستطيع أن يحل هذه المشكلة نعم ولا يمكن لوزارة الصحة وحدها أن تحل هذه المشكلة ولا لقي هذه مزارة الصحة لازم يكون هناك فريق من أعلى المستويات وقد يكون مشرف عليه مجلس الوزراء ورئيس مجلس الوزراء يقوم بإيجاد رؤية واستراتيجية وخطة لحل ما يحدث في هذه الوزارة قد يكون تفكيك هذه الوزارة إلى هيئات مستقلة من الأمور التي ممكن تفيد وزارة الصحة في التطور المستقبلي كذلك إيجاد خبراء في الاقتصاد الطبي في الهلث إيكونوميكس يعني إحنا عندنا بالكويت دكتور أنا ما يحضرني ولكن كلية الصحة العامة في جامعة الكويت من أهم الإنستوشن إذا كان فيه تقرير للندن سكولوف إيكونوميكس دراسة دراسة مهمة عن الوضع الصحي في الكويت والمنظمة الصحية تكفلت فيها مؤسس كويت يقدم العلمي سنة 2017 استمرت الدراسة لمدة سنتين من أكثر الأشياء اللي ركزت عليها الدراسة الحاجة لوجود خبراء في الصحة العامة الصحة العامة مو بس كورونا وإنفكشن الصحة العامة هو الهلث إيكونوميكس شلون توزع الميزانية شلون زيد الكفاءة في العمل شلون تودي الميزانية حق المكان اللي أنت تحتاجها شلون تدرس حاجة المجتمع إلى الأدوية والأمراض عشان لا تتوهق تنقص عندك أدوية وأجهزة وغيرها وترسم سياسات فواحدة من الأمور القليلة اللي مدحها هذا التقرير هو وجود كلية الصحة العامة اللي مع الأسف الحين نسمع كلام على أن هناك توجه قد يكون لإغلاقها وهذا شيء خطير يجب أن لا يتم إغلاق هذه الكليلة لأننا أعتقد من أهم مشاكل الكويت قلة الخبراء في هذه الأمور وبالأخص في الاقتصاد الطبي الويست عظيم نحن الحين خلنا نتكلم عن الويست اللي قاعد يصير في الأموال أنا ليش ربطت الصحة بالاقتصاد 2020 الواشنغتن بوست شهر ثماني نزلت مقال عن أنه 45 مستشفى فقط في الولايات المتحدة 45 مستشفى فقط الطالب الكويت 700 مليون دولار ككونزيرفيتف أستمت هذا بعد الخصومات لأنه مدة طويلة ما دفعتها نعم أول مرة شوف أمريكا ما فيه جمعيات ما هي دولة اشتراكية يعني أول مرة يمكن في تاريخ من تواريخ الطب في أمريكا يقوم 45 مستشفى بإنشاء جمعية ويرعونها كونغرس مكورمك اسمه ريبوبلكن من بوستن عشان يساعدهم في إيجاد الأموال وتحصل الأموال من الكويت وشيء اللي منعها انت بالبزنس انت بالبزنس السمعة كثير تشتغل على ما تبنيها صحيح أصعب شيء انت ما تملك كلها سمعتك لا تملك شيء آخر ما المانع؟ المانع المانع أقول لك شيء بالمقالة نفسها ما يقول الكاتب يقول تزقان كلير ويكويت أستونش يو اس آلاي ويكويت من 1.4 مليون ويقوم باستغربين ويقوم باستغربين شون الكويت مواضح حليفتنا يعني ليش ما يحبوننا يعني حليفتنا مدافعة لنا هذه الأموال إلى الآن وأنا أعتقد تعود إلى البيئة المخيفة اللي قلت لك عليها وإلى صعوبة الإجراءات الإدارية والمالية في الدفع وعدم وجود الخبراء ولكن أنت كرقم ويمكن الدفع عفوا دكتور يمكن الدفع يكون يعني في ناس تقول أن الدفع بسبب فروقات بالفواتير ما بين المستشفيات وما بين الوزارة يعني عملية رقابية أه هي تسبب في هذا التأخير تعيد هذا الرأي أنت من البداية شحقة تدفع 700 مليون دولار على 45 مستشفى البوستن قلوب هذه كمية أموال مهولة إحنا الدولة الأولى في العالم التي ترسل علاج في الخارج البوستن قلوب اكتبوا عقب ما دفعت الكويت شهر ثلاثة عقب ما دفعت الكويت في العالم وزارة المالية ووزارة الصحة في رسالة من هال 45 مستشفى اكتبت أن الكويت أكثر دولة في العالم ترسل علاج في الخارج عدد المرضى اللي يرسلون إلى أمريكا ثالث أكثر دولة في العالم بعد روسيا والصين الصين اللي فيها واحد ونصف مليار والصين مهيرة تدفع يعني أكثر دولة في العالم تصرف في العاج في الخارج هذا أمريكا فقط قدرت الصحيفة أن الكويت ترسل ثمانتالاف مريض سنة 2018 كلفوا واحد مليار ومئة مليون دولار أنت أتي تتكلم عن فرض ضريبة على المجتمع وقيمة بظافة وما غيرها وهذا الكمية من الأموال قاعد تنحرق أنا أفهم أنت ترسل علاج في الخارج بنفس الوقت قاعد تصرف مليارات أيضا على بناء المباني هل المبنى اللي يعالج البشر تعال شوف أنت تقارير ديوان المحاسبة هذا الآخر تقريد ديوان المحاسبة 2020-2020 رقم 9 طبعا فيه 60 مخالفة رقم 9 أنا أعيد وأكرر أنا قاعد أنتقد الكيان اللي فيه كلهم ضحايا الطبيب الكويتي أنك تشتغل فيه منظومة نفس هذه المنظومة أو تكون قيادة فيه هذه المنظومة هذه عملية يعني يرفع لك القبعة في أنك تشتغل فيه مثل هذه المنظومة التي يجب أن تصلح رقم 9 شي يقول استمرار التأخر الكبير وبط تنفيذ مشاريع توسيع المستشفيات والبالغة تكلفت التعاقدية 800 مليون دينار مستشفى الفروانية اليديد تكلف 200 مليون و 65 مليون دينار ليتوه في تتعاق مو دولار دينار طبعا واي التأخر دفعوا حق الاستشاري عقد الاستشاري مع المعمارية أو كذا 9 مليون دينار كيف علاقة هذا بموضوع؟ كيف علاقة هذا بموضوع؟ نسى يسوي مطوق مركزي وهذا أدى هذا يأدى لمخالفة لأن تأخر كثير مستشفى الفروانية مركزي لأنه لا يوجد مطوق مركزي يتكلم أيضا عن ارتفاع تكلفة علاج مرضى السرطان بالخارج والبالغ بن قوسين ما تم حصره ملك ما تم حصره لدى بعض بن قوسين بعض المكاسب الصحية خلال الثلاث سنوات الأخيرة 200 مليون دينار نتيجة تأخر الوزارة الشديد في تنفيذ مشروع تصميم وإنشاء مركز الكويت السرطان أصلا حتى إذا إنشأه المركز وليس المركز اللي راح يعالج البشر المنظومة الصحية أنت تتكلم عن إرسال أطباء الكويتين تري منه أكثر العاملين في وزارة صحية التمريض أنت عندك 24 ألف ممرض ما تستطيع أن تتوظف مباشرة تنزل مناقصة تتيب شركات والشركات هذه أدت إلى الكثير من التنفيع والفضائح الشركات التمريض في الكويت يقوم المتنفيذين يأخذ لألف مثلا يأخذ أمية ممرضة والمرضة تدفع 8000 دينار أحيانا علشان لديه الكويت والوزارة تدفع لمعاش شهري يعني أنت تي عندك شركة التمريض عندك 100 ممرضة عبد الله اللي مدة 10 سنة من كل يجد دام أنت تستلم 750 دينار على كل ممرض وأنت تعطيهم معاش مثلا 350 دينار 400 دينار منه أصعب عملة في العالم في الطب الآن التمريض منه يقبل إياه على معاش 350 دينار أنت أسأل أي واحد راح علاج في الخارج الحين شي يقول لك يقول لك والله طباء الكويتين ممتازين بس التمريض إذن ليش إحنا ما نستطيع أن نصلح المنظومة بحيث نقدر نيب الممرضين الخاصين فينا نختار أفضل الممرضين في العالم هذا ما أتكلم عنه أنا في إصلاح المنظومة أنا أعطيك أمثلة أخد راحتك أعطيك مثال أيضا يعني في سياق كلامك والشيء بالشيء يذكر تكلمت عن السمعة المالية للكويت وعن قضية الدفع ويبطاري مرضى السرطان أنا قريت تغريدة للدكتورة غديرة سيري تقول بأنه في نقص أدوية حاد بأدوية السرطان فمن ضمن الناس اللي أهم تتكلم في هذا الموضوع تقول بأن شركات الأدوية ما قاعد تستلم فلوسها من وزارة الصحة وبالتالي مو قادرة تدفع وبالتالي الشركات اللي برة مو قاعدة تعطيها الأدوية فصار هذا الناس هل سمعت في هذا الموضوع؟ أنا ما أعطي أدوية حق السرطان فما عندي اطلاع على هذا الموضوع ولكن عندي اطلاع على صعوبة يعني أنت الحين حتى في الدول العالمية هناك هيئة مختلفة للشراء مو الوزارة نفسها هيئة مختلفة ولا هيئة فيها علماء علماء في الاقتصاد الطبي علماء في المسألة نفسها يدرون شنو يطلبون يعرفون يقيمون كل شيء مو أنت أتي تقول تقوم بالصبح تقول والله يبون لي هالكثر دولة سعره مليون دينار لا فيه أمور معينة واضحة للطلب أكيد فيه ناس تحسب دكتور أكيد فيه ناس عندها اللي ينصرف السنوات اللي فاتت يعني أكيد فيه ناس دورة مستندية الحين الآن خلنقول للوزارة راح تتبي أدوية مناقصة وبعد المناقصة على ما توصل أدوية اللي أنت طلبتين يمكن تطول سنة سنتين وعلى ما تدفع أنت حق هذه الشركة سنة سنتين من اللي يريد بيديش بيزنس نفس هذا الشركات راح تخسر تشتغلت بيزنس نفس هذا فهناك حاجة إلى إصلاح طريقة الدفع وطريقة الدفع للشركات أنا عن نفسي هناك عندي أجهزة مو حصلها أنا في أجهزة مو بزارة الصحة بس بزارة الصحة ممكن أحصلها بس حتى في القطاع الخاص محصلها الآن في شح كبير في الكثير من الأجهزة الطبية طريقة الشراء وطريقة الدفع وتقييم هذه الأمور لا شك تري أنت تقييم الويست تقييم ما تصرفه كوزارة الصحة في العالم وتشتري أجهزة وتروح تقريبا 20% الويست عندنا وائد أعلى من هذا أنت أجهزة مستشفى الصباح وهذا مذكر في دوان المحاسبة مستشفى الصباح الجيد تكلف 200 مليون دينار صارت حريجة احترقت أجهزة بقيمة 35 مليون دينار يعني نحن نصرف مليارات على الصحة ونحن نذهب في الهواء أنت تتكلم تتكلم عن مركز الكويتس السرطان 200 مليون دينار لندن كلينك الذي ندزلهم ملايين بالسنة افتتحوا مركز السرطان مالهم ستة في عشر تلك مكلفهم بلندن لندن الطابوقة يمكن ألف باونت عدل؟ لا أعلم كيف؟ أكلفهم 20 مليون دينار 20 مليون دينار زين أنا مقعد يقول لك باتشر نوقف في العجب الخارج لا نستطيع ذلك لا نستطيع أنه بابرس هنا معك شاء الله تروح وترجع حتى اليوم عندك تغريدة على العلاج بالخارج عندك فيديو على العلاج بالخارج الحين تتكلم على العلاج بالخارج وين شايف مكمن المشكلة بس أقول لك شاء الله أنا اليوم كإنسان إذا ما لقيت الرعاية الصحية المناسبة والتي أنت أصلاً قاعد تنتقد نواقصها هنا بالكويت الناس صايرة تفضل دائماً الذهاب للخارج أنت قاعد تحاول ما بيقول تحارب عندك ملاحظات كثيرة على العلاج بالخارج شنو ملاحظاتك؟ يعني يعني ليش شايف بأن العلاج بالخارج الكل ساعة تقول ويست 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 إحنا لا قادرين نحل هنا الحل يبقى العلاج بالخارج أنت قاعد تحرق أبار نفط في العلاج بالخارج على خدمة ممكن تقدمها بشكل أفضل في الكويت لو فكرت لو سويت لو سويت هيئة علاج بالخارج أعطيك مثال أبوظبي عندهم رؤية أبوظبي 2030 نحن عندنا رؤية 2035 نحن بقلنا 29 صح؟ سنة 2006 وقعوا يابا وكليفلند كلينك أبوظبي 2006 حين رؤيتهم 2030 2006 24 سنة قبل تحقيق الرؤية يابا وكليفلند كلينك أبوظبي أول مركز أكاديمي أمريكي يستنسخ نفسه خارج أمريكا معاقد في دول ثانية سويت عقود نحن جربنا وكانت مسألة فاشلة العقود مع بعض المستشفات استنسخوا المستشفى نعم والآن أنت ترسل العلاج بالخارج الوزارة بتفتح مكتب في الأمارات للعلاج بالخارج وبتفتح مكتب تركيا ليش؟ لأن هذا غير مستدام العلاج بالخارج لا يمكن الاستدامة فيه أنت تريد تروح أفضل مكان في العالم أنت من الآن قاعد تحاول الوزارة تخفض النفقات عن طريق إرسالك إلى تركيا وإرسالك إلى دول أخرى مع كامل احترام لهذه الدول أكيد عندهم مستشفات ممتازة بس هذا هو التخطيط إيه بس فيه كليفن كليفن كبضوبي 340 سرير أنت بنيت 7000 سرير تقريبا آخر 10 سنوات 7000 سرير تغير شيء؟ ما تغير شيء؟ كل أنواع العلاج متوفرة بالكويت أنت اليوم متخصص في موضوع زراعة الكبد مثلا نعم أنت برنامج زراعة الكبد قبل كليفن كليفن كبضوبي كليفن كبضوبي سنة الفات تسوي 60 زراعة كبد 60 زراعة كبد 50 أو 60 ولكن لا توجد منظومة تساعدني أنا كطبيب في تقديم الخدمة الأفضل أنا ما بأيلك سنة 2022 أعطيك خدمة أقل من برة أنا ما عندي مشكلة تروح أنت في علاج في الخارج إذا كانت صحتك أو حياتك على المحك بالعكس حتى لو أنا أسويها العملية إذا أنا أدري علم اليقين وهذا اللي إحنا تعلمناه في كلية الطب أدور الأفضل لك وعاملك كأنك فرد من عائلتي إذا أنا أعرف علم اليقين أنت إذا رحت برة رح تحصر رعاية أفضل من الكويت أكيد رح تزك برة طبعا فلا يمكن أن تشتغل في هذه المنظومة وتقوم بزراعة كبد بنتائج عالمية إحنا كان الاتفاق وهذه اللجنة وزارية 2014 نجري خمس زراعات بعدين تبنى المنظومة أجرينا 12 زراعة وفرنا ملايين على الكويت يبنى بعض المرضى من برة من لندن رجعناهم لكويت صاحب السمو وأرسل برقية اللي شكرنا في أول زراعة أجريناها بفريق كويتي فقط أنا ومع الدكتور حسين المحميد ومجموعة من الزملاء ولكن لا نستطيع الاستمرار بذلك لم تبنى المنظومة قدمنا حق الوزارة الكثير من التطورات كيف كان المانع تعتقد؟ أنا أعتقد لأن كيان في لي كيان في لي يا عبد الله لا يستطيع هو لا يستطيع أن يبدع في الإجراءات الإدارية هو يقوم على راسه كل يوم من الصبح ليل ليل أطفاء حرائق أنت عندك حريجة بالبيت شون تقدر تتفرغ تأثث وتطبخ وتسوي إشياء ثانية كل يوم أنت قاعد تطفع حرائق أنت بس تبيتقول حق رئيس الوزراء الأمور طيبة لا لا تقول الأمور مطيبة هذا الحل الأول اعترف يجب أن تقول أن هذا كيان صعب وكيان يجب دراسة تعديل وتفكيكه أبي أقول نقطة مهمة خذ راحتك أنا ما أبي أسكر العلاج في الخارج لا نستطيع أن نغلق العلاج في الخارج غدا زين بنفس الوقت يا أخي سونا في تجربة المارات كل دولة قطر ياب من بره السعودية بتهيب المدينة الطبية أبوظبي يابت رقم واحد على العالم رقم اثنين على العالم غير مستشفى كينغز في دبي ومستشفى أمبيري ومستشفى أخرى قابل للتطبيق هذا يعني لماذا مقابل يعني أنت تعرف الظروف والحين وتعرف الأمور كلها وتعرف الوضع الحالي هل هذا قابل للتطبيق أكيد قابل أكيد قابل لو كان هناك رغبة ودعم رغبة ودعم أنا أقول لك شي يا أخي أبسط أبسط موضوع روح حق مستشفى أمريكا روح حق مستشفى واحد تقول لك أنا كل مرضى علات في الخارج بجزهم لك افتح لي فرع بالكويت علشان ما يقعد المريض ثلاث سنين بره افتح لي الفرع سوى التقييم بالكويت يروح عندك سوى العملية المتابعة بعد العملية بالكويت ماذا كده راح توفر أمر بسيط اشتر مستشفى اشتر مستشفى في لندن اشتر مستشفى في أمريكا كذا أنت ما تبي تقوم بذلك هناك الكثير من الطرق ولكن لا توجد النية النية لا توجد لما نبي نحلها شنسوي نبي نروح نفتح مكاتب في تركيا و مكاتب في دول أخرى هذا ليس الحل هناك ناس تقول وكان مرشحين في انتخابات سابقة لا حتى ما سمعت هذا الطرح للأمانة هذه الانتخابات أن هذه الورقة ورقة العلاد بالخارج استخدمت لفترة كورقة للضغط كورقة لأن فلان يستفيد وعلان يستفيد ونائب يستفيد و تغطية عيوب حكومية و مراضات أطراف فهل هذا الشيء أنت حاس فيه و الموضوع بعد أكبر من تلك حتما هذا يكون مانع لا يبقى مانع بنوقف لأنه محتاجين حتما عقب الخطاب التاريخي لصاحب السمو والأولي العهد في التدخل في الانتخابات وغيرها أنه هناك لا يوجد تدخل ولا يوجد تدخل النواب أنت رأي لازم توقف هذا السلاح إذا فعلا كانوا يستخدم سابقا ولكن هذا السلاح فرغ البلد يعني أنت خلاك ما تلتفت إلى المشاكل الموجودة عندك تخيل أنت عندك بزنس لما يشتكي عندك مطعم لما يشتكي الزبون لأن الأكل محلو تقول لك هذا مطعم فايف ستار جدامي راح تفعل لك الفاتورة بس ما تعدل أكلك شنو راح تسوي ما راح تعدل أكلك أمورك خلاص هذا مقاول بالباطن هذا المقاول بالباطن ما لك خلاص راح يخلص شغلك فهناك تفريغ الطبيب الكويتي الآن الآن نحن نتكلم أيضا عن أخطاء طبية وغيرها الأخطاء الطبية ترى ما الفرد اللي يقوم فيها لو تنظر إلى علم الأخطاء الطبية المنظومة دائما هي التي تقوم بالخطاء الطبية وليس الفرد لأن المنظومة لازم يكون في عندها ليرز تمنع حدوث الخطأ الممرضين على فكرة من أهم الآليات ومن أهم الأمور التي تمنع الخطأ الممرضين اللي احنا تونا تكلمنا عن أننا ما نقدر نوظفهم براحتنا نعم زين فأنك تشتغل في هذه المنظومة كطبيب تجاهد بنفسك زين بالرغم من كل المنظومة ما تختمك أنا المفروض أن أوجه تحية أنا حق كل طبيب كويتي قاعد يعمل في مثل هذه المنظومة نحن لما ننتقد المنظومة الصحية ما ننتقد الأطباء الأطباء قاعد يكافحون في هذه المنظومة أنت تتخيل لو أنت ما عندك كل هالكرو العظيم من خيرة المصورين وكذا زين تحية للجميع أنت قاعد تطلع أنا قاعد أطلع معاك في أبهى صورة بس لو أنت كل هذا أنت لازم تسوي من أول ما تدش لهني أنت تصب الماء أنت تصب القهوة شو راح تسوي صحيح في نقطة دكتور أنت مساعة ونحن نتكلم عن الإصلاح من وين يبدي كررت في أكثر من نقطة أن هذا الكيان الكبير الهائل المترهل بحاجة على الأقل إلى تفكيك لكن أنت حنقعد تبدي بحل كبير أنا عندي دكتور مساعة سأولف لك أنه يعني أعطاني بعض النقاط كان يقولي أن في بريطانيا في شيء يسمى نايس قايدلاينز يعني أن حتى الدكاترا أو الممرضين أو يعني الطاقم الطبي هل هذا صحيح؟ يعني بدال ما تبدي من الأصلاح الكبير أكو بعض أصلاحات دوبل كويك وينز تأيد هذا الرأي ولا عندك رأي آخر؟ صحيح يعني أنت عندك ناشنال الانستيتوت فور هيلث ان كير اكسلنز نايس اسمي هذا يصدر القايدلاينز يقول شنو الدول اللي تشتري شنو اللي الدولة تشتري من المعدات؟ ها الدولة عفوا يعني شلون أنت تقول يشتري هالدول غالي أو اشتري الدول الرخيص ماكو شي اسمه أرخص في الطب أنت المناقصة في الكويت تروح حق الأرخص نعم نزيل هناك ماكو شي شذي بالطب ماكو شي اسمه أرخص شنو الأفضل؟ فهذا النايس انستيتوت وهو اللي يعطيك شنو الأفضل وهو اللي يعطيك البروتوكولات أيضا العلاجية وغيرها نحتاج هذه واحدة من الهيئات أنت لما نتي ككيان وعندك كذا مسؤولية ومسؤوليات مهمة ما راح تلتفت حق هذه الأمور المهمة وأنا أحيي الشخص اللي ذكر لك موضوع النايس فبالتالي أخويا عبدالله إحنا لا يمكن أن نستمر بهذه الطريقة إذا نبي سوي إصلاح اقتصادي أول شي لازم نرتب ما نصرفه إحنا غير المستشفيات اللي قاعد نبنيها غير العلاج في الخارج اللي ممكن يترتب عندنا ضمان وضمان توه وزير الصحة قال الضمان الصحي غير قادر على تقديم الخدمة للوافدين يعني ما نقدر ننقع معهم عندك عافية شنو المشكلة الأولى في الكويت مشكلة الصحة العامة الأولى السمنة والسكري 40% المتقاعدين اللي هو التأمين ما نرم ما يغطي السمنة في هذه الأمور يعني لا يوجد ربط لهذه الأمور ندفع على عافية ندفع على طمان مستشفيات خاصة قاعد نبني مستشفيات ديدة نرسل علاج في الخارج الموضوع بحاجة إلى ترتيب وإلى تنظيم أنت قلت وليش ما نبدل بخطوات صغيرة شنو أصغر من خطوة أنك تتفق مع مستشفى واحد في العلاج في الخارج لا هي بكت تعتبر كبيرة ما تعتبر كبيرة هذه الخطوة وين الكبر فيها أنا ما عارف حجمها ولا أدري بدال لا تدفع حك مستشفى مستشفى ليش ما أنت تختار الحين شلون المريض أصلا يختار يروح علاج في الخارج يسأل ربع بدوانية زي من هو أخبر ربع بدوانية ولا المتخصص اللي موجود في الكويت يقول لا يروح حق منه برا فأنت مو بس بهالطريقة توفر الأموال بل تعطي المريض رعاية صحية أفضل من أهم الأمور التي تبين كفاءة رعاية صحية يسمونه بالإنجليزي الكونتينيوتي أوف كير مدى المتابعة أنت من أسوأ الأشياء في العلاج الخارج شنو؟ ليش أنا قاعد أقول أنت مقاعد تحصل خدمة ممتازة في العلاج الخارج شنو أسوأ لأنه مقاعد تابعك الدكتور اللي سوى لك العملية سوى العملية ورجعت الكويت رجعت بينما أنت بالكويت دكتورك وياك موجود هناك متابعة حثيثة ومستمرة فأنت ليش ما تعطي علاج في الخارج نفس كليفلند أبوظبي موجود في الكويت مع متابعة حثيثة ومستمرة واضح وصلنا يمكن للدقائق الأخيرة باقي دقيقتين أنت بديت كلامك بأننا أمام عهد جديد فهذا العهد هذا اللي يقولونه ما شفنا شيء يعني شيء جيد شوف لما أنت تنزل بين الناس نفس ما قام ب سمو رئيس الوزراء هذا شيء ملهم شيء عظيم ولكن يجب أن يتم استكماله ولا يمكن الاعتماد على فرد في هذا الموضوع يجب الاعتماد على الطاقات وحتى لو كانوا طاقات شبابية وغيرهم يجب الاعتماد على الطاقات الكويتية والمستشارين وعدم الاعتماد يعني أنت أتيك رئيس وزراء تقول أنا والله بعين أحسن الوزراء في كل وزارة لا يستطيع أحسن وزير أن يحل المشاكل المتراكمة في السابق الفساد ليس فقط بالحرمنة بل الهدر وعدم الكفاءة نوع من أنواع الفساد الحين أظام أعتقد يعني برامجهم وقت غيرت بهالانتخابات المفروض لأن أمر كبير حصل مؤخرا فبالتالي يعني لازم يبدعون شوية في برامجهم مو نفسي سابق البرنامج كان وقت سهل تعرف شنو كان البرنامج فالحين أعظم الإسلومة الجدد لازم يلتفتون و فعليا they need to deliver نبي ديكاترا ينزلون انتخابات من الإسلومة باتشر باتشر لا لا باتشر باتشر روح الرشح اليوم سكر باب الترشيح ويعني أيضا نحن نقول المتخصص إذا ظل في مجال أيضا يخدم الوطن يمكن انتخابات الياية إن شاء الله إحنا وصلنا معاك إن شاء الله يصير خير إحنا ننطر نشوف بوادر إصلاح وإن شاء الله ننزل معاك بقائمة وحدة وصلنا معاك الدكتوري للختام تابع هذه الجهود وهذه دعوة أيضا للمتخصصين في المجال الطبي متابعة الجهود الاستمرار في الوعي الصحي ذكر المجتمع إذا أنت منازل الانتخابات كن قريبا من المرشح يعني حاولوا تقدمون رؤاكم للمرشحين لأنه فعلا كلنا نعاني من هذا الموضوع دكتور محمد جمال شكرا لك على قرية الدعوة شكرا لك ولي قناة الرأي وكويت نيوز شكرا تسلم وصلنا إلى ختام فقرتنا الأولى فاصل ونعود في فقرتنا الثانية مع ضيفنا المحامي فيصل لحياة شكرا